جائحة كورونا ألقت بذلالها على كل القطاعات الاقتصادية حول العالم وطبعا ألقت بذلالها على حجم الاستثمارات في المنطقة وفي البرصات الخليجية مثل خاص لسي ان بي سي عربية يظهر أرقام الاستثمار الأجنبي في البرصات الخليجية في النصف الأول من هذا العام هذه هي نظرة على الربع الأول في يناير كانت الاستثمارات الأجنبية صافي هذه الاستثمارات مليار دولار وفي فبراير مع بداية جائحة كورونا وصلت هذه الاستثمارات الأجنبية إلى 620 مليون دولار ولكن تغيرت الصورة طبعا في مارس ما بدأ وجود الإصابات في المنطقة ومتزايد الإصابات حول العالم وتراجع الاستثمار الأجنبي في البرصات الخليجية بواقع 19 مليار دولار في مارس أما في أبريل فكانت صافي استثمارات أجنبية نتحدث عن 180 مليون دولار في مايو كانت أفضل نوعا ما قرابة 470 في يونيو تراجعت مقارنة بمايو نلاحظ أن هناك كان في تأرجح بين ارتفاع وانخفاض بالنسبة للربع الثاني أما النصف الأول بشكل عام فبلغت 3 مليارات و400 مليون دولار هذه هي الصافي الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول بمجمله أي ما يشكل تراجعا سنويا يقدر بـ 76% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 صافي الاستثمارات الأجنبية في البرصات الخليجية بالنسبة للأسواق في أسواق السعودي هي 5 مليارات و100 مليون مع تغير يعد بتراجع 56% عن الفترة المماثلة من العام السابق برصة قطر أيضا تراجع سنوي يقدر بـ 97% عن النصف الأول من عام الماضي في برصة الكويت لدينا صافي بيع بالنسبة للأستثمارات الأجنبية نتكلم عن قرابة 338 مليون دولار 670 مليون دولار بيئة سالب بالنسبة لدبي وأبوظبي نتكلم في سوق أبوظبي 704 ملايين دولار من صافي الاستثمارات الأجنبية في النطاق السالب هذه الأسهم الأكثر تداولا في النصف الأول في أسوق السعودي شراءا كان سهم أرمكو السعودية ونتكلم عن 60 مليون سهم بوبا العربية الأكثر بيعا في أسوق السعودي في أسوق الإماراتي كان الإمارات دبي الوطنية الأكثر شراءا أما إعمار كان السهم الأكثر إعمار العقرية تحديدا السهم الأكثر بيعا في الكويت الوطني NBK الأكثر شراءا أما الأكثر بيعا فكان سهم بنك برقان إذن هذه هي كانت الأسهمة الأكثر شراء والأكثر بيعا ماذا عن آخر التطورات فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية وفئة القرارات في هذا المجال طبعا بالنسبة للأسواق الإماراتية كان هناك قرار برفع نسبة تملك الأجانب إلى 40% في إمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي أما فئة الكويت فكان هناك تأكيد لإدراج المؤشرات الكويتية في مؤشر MSI للأسواق الناشئة في نوفمبر 2020 سيكون تطبيق هذا أو تنفيذ هذا القرار وبالنسبة للمراجعة نصف السنوية تم إضافة الإمارات دبي الوطني إلى مؤشر MSI وإضافة أسواق العثيم وتم خروج قطر للتأمين من هذا المؤشر إذن هذه كانت أبرز التطورات والأرقام المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من هذا العام في البرصات الخليجية